بنكمل homework 4 في الجيومتري exercise 2 ونمبر 6 ومعانا أول سؤال بيقول find e in each of the following where e is an acute angle sine squared 45 equals cosine e tan 30 على مهلك ما لنهاش ضعب الباور 2 الباور 2 بتتحط manual طيب وسين 45 هتبقى 1 over root 2 equals cosine e يا مستر ازاي بتحسب بمخك بقى رسمي التريانجل او بالكالكليتر عادي بس بقى رسمي التريانجل عشان الناس لعيز يتعلم وتان 30 ده هنا اللقصات 30 وده هنا الhypotence وده هنا ايه root 3 فبقى التان 30 عبارة عن 1 over root 3 على مهلك 1 power 2 ب1 root 2 power 2 ب2 equals 1 over root 3 cosine e تعال نعدلها عشان ما تبقى الصعب عليك يبقى 1 over root 3 cosine e equals half عايزة ماشي دي النحية التانية دي لزق ولزق يعني times فتروح بال divided يبقى cosine e equals half divided 1 over root 3 اعملها كده بالكالكليتر يبقى cosine e بroot 3 over 2 يعني measure angle e shift cosine root 3 over 2 يعني بالكالكليتر او لو انت حفظها هتبقى measure angle e هتبقى 30 degrees تعال نشوف number 6 3 number 3 بيقول فيها ايه بيقول لي 3 10 e minus 4 sine square 30 equals 8 cosine square 60 على مهلك هنزل 3 هنزل 10 e اللي انا اعيز minus 4 ملناش دعه بالpower الpower بتحط manual sine 30 بالكالكليتر به half equals 8 ملناش دعه بالpower 2 بتحط manual cosine 60 به half تبقى هنا 10 e اعمل بالكالكليتر 4 multiply half power 2 هتلاقيها 4 times square تطلع 1 equals اعمل بالكالكليتر حتى حتى 8 multiply half power 2 هتبقى 8 times square يعني هتطلع ب2 مشي 1 بدل منها بالminus مشيها بالplus تبقى 3 10 e equals 2 plus 1 يعني 3 10 e equals 3 لزقة يعني times تروح بال divided يعني 3 divided 3 بكام ب1 احنا عايزين نجيب measure angle e اعمل shift 2 1 بمشي 2 shift 2 يعني measure angle e بالكالكليتر هتطلع معاك 45 degrees ولو سمحته وره الانسان اللي هيصحح الفاينل answer بتاعك الرحل اشترك شكرا